كما قلت انا ممكن نستخدم الشوايا ديك كزئين مع بعض للاستفادة طبعا من الجزء الفؤاني وجزء اللي تحت ونحط بينهم الاكل طبعا وممكن برضو في نفس الوقت نقوم زي ما احنا شايفين هنا بتحميص الخبز بينهم زي ما احنا شايفين كده وبنعمل المسافة دي بينهم ونتحكم في التباعد بين الجزء الفؤاني والتحتاني فالعيش يتحمر من تحت او يتحمس من تحت ومن فوق طبعا جماعة ممكن نستخدمهم كبتجاز زي ما احنا شايفينهم فردنا الجزئين العلوي والسفلي واستخدمناهم ان احنا نطبخ عليهم زي بتجاز او بلاطة بالكهربا او بتجاز بالكهربا وهنا العنصر ده بيسخن والعنصر ده بيسخن لوحده وبيقوم بعملية الطبخ برضو هنا جماعة ممكن استخدام الجزئينهم كل واحد لوحده ده احمر عليه الحاجة وده احمر عليه الحاجة او اشوى عليه الحاجة وده اشوى عليه الحاجة لان دولك اعتبروا كده انفصلوا عن بعض او ان انا ممكن استخدمهم مع بعض في نفس الوقت ان انا حط ديه فوق ديه عن طريق المفصلات ده هيك اما عن صيانتهم يا جماعة اهم حاجة اشوف طبعا في لندة بيان بتباين داخله كهربا ولا لا في لندة البيان داخله كهربا يبقى الكابل سليم والترمستات او مفتاح اوتوماتيكي سليم لقينا جزء مثلا اللي تحت من الشغال واللي فوق شغال يبقى ندور هنا على الهيتر ونقيس الهيتر عن طريق الاوفوميتر او عن طريق السيريال لانبا السيريال طبعا لو نوارت اللانبا يبقى جده الهيتر سليم ونشوف بقى ان السلك اللي واصل مقطوع او مش مقطوع ونقيسه او نقيسه عن طريق الاوفوميتر لو اعطانا صفارة يبقى الهيتر سليم اللي فوق شغال واللي تحت من الشغال برضو نفس الحكاية هنقيس هنفتح ونقيس الهيتر سليم ولا لأ ونبص نشوف نقاط التوصيل اللي هي السلك يعني واصل صح ونقيسه لان ممكن يكون سلك ضارب من الداخل واحنا مش شايفينه اما اذا هي لقينا الاثنين فصلين واللمدة البيان شغالة يبقى عليه العوض ممكن يكون الاثنين هيتر بايزين بس برضو نتأكد ونقيس الاثنين مع بعض لازم نقيس ده لوحده ونقيس ده لوحده ونشوف سلك مقطوع ولا مش مقطوع طبعا بيبقى موجود من جوه فيوز فيوز حماية بيحمي على هيئة انبوب كده تخيم شوية ممكن يكون في حدود 10 امبير او يزيد نتأكد ان الفيوز ده مش ضارب وده يعني ضارب او مش ضارب طبعا لو ضارب بنغيره او بايز او فاصل بنغيره بنفس الامبير بتاعه او عتقل عن الامبير لو زدت قليل ماشي بس هتزود اكتر هتضطر ان الفيوز مش هيضرب يبقى السخام ضربه وتحرق والفيوز ما ضربش لازم ان شركة مصنعة عارفة الهيتر ده بيسحب طيار قد ايه فعملين له الفيوز ده حماية عشان لو ارتفعت درجة حرارته اكتر من اللازم بنضح بالفيوز طبعا الفيوز ارخص في حاجة تاني عاز اقولها طبعا ده لو لقينا الهيتر الشوية سخانة على طول ما بتفصلش المتهم مين المتهم الوتوماتيك ده جماعة ممكن يكون نقطتين التلامس او الرشتين بتوع المفتاح ده او الترمستات دي واصلين مع بعض على طول لزقف بعض فما بتفصلش شغاله دايريكت وطبعا ده خطر ممكن السخان يتحرق فبقوم بتنظيفهم والشيء بسبري ازالة الكربانة او الصدى او نضافهم بمفاق بمبرد ضوافر رفيع جدا واجرب واشوف هيفصل ولا لا ما فصلش او ان هي مثلا تفصل ما بترجعش تاني تشتغل عندما لما بتبرد يبقى كده لازم اغير الوتوماتيك دوك او الترمستات ديك لان كده هيحرق لي الهيترات او الاتنين هيتر طبعا اهم حاجة السلك لما غيره برضو غيره بسلك محمل وايسه من الطرف للطرف لو لقيت لندة البيان شغالة يبقى هو كده ايه دليل انه ايه انه وصله له كهربا والهيترين مش شغالين يبقى كده وصله كهربا بس في حاجة في الهيترين الهيتر اللي فوق والهيتر اللي تحت نقسهم عن طريق زي ما قلت الافوميتر بوضع السفارة او عن طريق او عن طريق اللندة السيريال ارجو ان انا مكونش نسيت حاجة طبعا ان اضاف اهم حاجة وازالة المواد الدهنية دي حاجة ضرورية وشكرا اشتركوا في القناة